ومعنا من تونس الكاتب والبحث السياسي دكتور علي العلاني دكتور العلاني بين شبح الحرب الأهلية هذا التمرد الحديث بأن الجيش غير متماسك ومهدد من قسامات كيف يمكن وصف المشهد في مالي وما دور الأمم المتحدة بعد سحب القوات الدولية وأي دور تأخر مجلس الأمن ربما عن فرضه مساء الخير تحية لكم ولكل السادة المشاهدين أعتقد أن المشهد الحالي الآن في مالي يذكرنا بالمشهد الذي كان إلى حد ما قبل سنة 2011 وبطبيعة الحال في 2012 كان هناك خروج الحكومة المركزية من شمال مالي وسيطرت الإسلاميين أو ما يسمى بالتيارات الجهادية في تلك الفترة الإرهابية وكانت رغم ذلك استطاعت مالي بمساعدة الفرنسيين في يناير 2013 من إخراج هؤلاء الإرهابيين لكن بعد عشر سنوات فرنسا كانت مستوطنة في مالي لمدة عشر سنوات بقوة برخان وكانت هذه السنوات العشر بالنسبة للحكومة المالية لم تحقق لها الأهداف التي من أجلها دخل الفرنسيون إلى مالي وانتهت هذه العملية بخروج الفرنسيين في 2022 وخروج أيضا ما بقي من الأمم المتحدة من جنودها في 2023 إذن مالي كانت متعودة على هذه الصراعات الداخلية لكن الجديد الذي حدث هو أن حركة أزواد التي ليست من الطيرات الجهادية كانت منذ القديم تطالب بالعديد من الحقوق وحاولت من خلال اتفاقية الجزار في 2015 أن تحصل على بعض المكاسب وتعتقد حركة أزواد أن هذه المكاسب لم يحقق منها إلا القليل وأهم هذه المكاسب أن حركة أزواد كانت تطالب بدمج عناصرها في الجيش المالي وتطالب بالتنمية وبطبيعة الحال نرى أن هذه الإنفاقية التي لم يقع تطبيقها منذ عام 2012 دكتور العلاني اليوم هذه الحركة لتحرير الزواج تحديدا ذات العمق التاريخي والعقائدي عندما تسيطر على قواعد عسكرية الحديث بأن هناك دعم وتزويدها بالكثير من الأسلحة والعتاد أم أن هذا التقدم خاصر رخوة داخل المؤسسة العسكرية ونربط كما أشرت منذ قديل بأن مالي اعتادت على كل هذه الانقلابات وهذه ربما أسناريوهات الأمنية المتلاحقة هو بالتأكيد حسب الماليين يقولون أن حركة أزواد حصلت مؤخرا على بعض الأسلحة وحاولت أن تعيد إحياء فكرة الانفصال التي كانت تنادي بها علما وأن حركة أزواد أو إقليم أزواد إذا تحدثنا عنه هو إقليم يشكل 66% من مساحة مالي إذن ليست مساحة هينة ويتكون من 822 ألف كيلومتر مربع لكن عدد سكانه قليل جدا باعتبارها منطقة صحراوية إذن عدد سكان الإقليم بأكمله لا يتجاوز 3 ملايين من 22 مليون نسمة في كامل السكان لكن أهمية إقليم الشمال لا ننسى أنه منطقة يقال أن فيها الكثير من احتياطات النفط والغاز المحتملة والكثير من المعادن المحتملة مثل الأحجار الكريمة مثل الفصفات مثل الكوارتس مثل الكوبارت ولكن مشكل أزواد ما هو مشكل أزواد من ناحية الأمنية هي لا تستطيع أن تسرع عملية الانفصال لأن حدود إقليم أزواد هو مع موريطانيا ومع الجزائر والنيجر وبالتالي هي مطالبة بإيجاد توافق مع الحكومة المركزية لكنها قادرة على إحداث إرباك وخاصة أنها استغلت ظروف روسيا التي تدعم الحكومة المركزية في مال ذكر كل هذا النقاط وزير خارجية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة سأعود معك إلى دور فاغنر وما تقوله أيضا هذه الحركة اليوم كيف يمكن ضبط سقوط اتفاق الجزائر لعام 2015 أو تعطيل هذا الاتفاق التطورات الميدانية المتلاحقة إضافة إلى الترويج لهذا السجل سجل التمرد كما تحدثت الحكومات وكما ذكرت الكثير من التحقيقات الصحفية في اليومين الأخيرين هو في الحقيقة يجب أن نكون إلى حد ما يعني موضوعيين الحكومة المالية لم تفعل الكثير في تطبيق يعني اتفاقية الأزواد والتي رعتها الجزائر والتي في الحقيقة لا تحتوي على مطالب انفصالية إنما هي تطالب بحكم ذاتي بطبيعة الحال يعني عدم تحقيق هذه المطالب كانت من المسائل التي جعلت هذا الصراع على أشده خاصة وأن حركة أزواد كما قلت منذ قليل استغلت الوضع الجديد في الحرب الروسية الأوكرانية وعملية مقتل بريجوجين وبالتالي هذا الإرباك في وجود ألف من الفاجنر الموجودين في مالي ربما شجع هذه المجموعة الأنفصالية على أن تضغط وأعتقد أنها لا تستطيع أن تنفصل وأنما هو من باب الضغط على الحكومة المركزية لكي تقدم تنازلات وتحترم اتفاقية 2015 الاتفاق دامج 26 ألف من عناصر الحركة التي وقعت على هذا الاتفاق في العام 2015 اليوم بعد خروج قوات برخان الفرنسية وتكوباء الأوروبية في العام 2022 سيعاد تعديل هذا الاتفاق وأي دور سلعبه الجزائر وكان هناك استقبال في فبراير الماضي استقبل الرئيس الجزائري قادة التمرد وكان هناك ربما انفتاح على إدخال تعديلات على هذا الاتفاق الذي نفذ ببطء هذا ما يؤكد ما ذهبنا إليه وأن هذا الاتفاق الذي رعته الجزائر هو في حد ذاته يشكل أرضية ملائمة لكي تنخلط فيه مجموعة أزواد ولكن بطبيعة الحال هذا خطأ ربما الحكومة المركزية الآن بطبيعة الحال أعتقد أن الجزائر تراقب عن كثب هذه التطورات وقد طرحت كما قلتم عن عملية وساطة أخرى وتعديل لهذا الاتفاق ولكن بطبيعة الحال الظروف الحالية كما قلتم الأرباك الذي حصل لوجود فاغنر في مالي هو الذي دفع ربما الفرنسيين والغرب بصفة عامة للضغط أكثر على الحكومة المالية واعتبار أن هذا خروج الغرب من منطقة مالي هو السبب في إمكانية اندلاع حرب أهلية لكن لا ننسى في الأسبوع الأخيرة الاتفاق الذي حصل بين مالي وبوركينافاسو والنيجر من حيث التعاون لمعنى رد كل عدوان هذا في المقام الأول ليس ردا على الإقواس فقط وإنما رد على الحركات الانفصالية التي يمكن أن تحدثها في غرب إفريقيا وبالتالي أعتقد أن الفرنسيين حاولوا أن يبرروا خروجهم من هذه البلاد على أساس أن هذا الخروج كان في غير صالح الماليين لكن الماليين يعتبرون أن عشر سنوات كانت كافية لفرنسا والغرب للقضاء على بضعة مئات من الإرهابيين ولكن هذا لم يحصل وبالتالي نرى أن عودة الغموذ الأمني الآن في مالي ستبقى إلى حين اتضاح كيف ستوعيد فيغنر تموقعها أو ربما أن تزيد من أعداده خاصة وأن الرئيس بوتن منذ أيام قليلة إلتقى مع الشخص الذي سيعوذ بريغوجين سيعوذه في أوكرانيا لكن ضمنيا سيكون له مساهمة في العودة إلى مالي خاصة وأن فقدر موجودة في أربعة عشر بلدا إفريقيا لا يمكن لروسيا أن تتخلى عن تواجدها وتموقعها في مثل هذه المناطق خاصة وأن منطقة غرب إفريقيا تعززت بالنسبة للروس تعززت الآن بخروج النيجر من الطوق الفرنسي والغربي بصفة عامة وبالتالي أعتقد أن هناك ترتيبات سيقع ربما في الأيام القادمة تطبيقها في مالي لكن الماليين يعتبرون أن استمرار صراعهم مع الأزوات لا يبتعد كثيرا عن صراعهم في السابق ضد هذه الفصائل سواء كانت فصائل علمانية كالأزوات أو فصائل جهادية أو إرهابية مثل داعش والقاعدة الكاتب والبحث سياسي المعروف دكتور ريجر علاني كنت معنا مباشرة من استوديوهات ومكاتب سكاينيوز عربية في العاصمة تونس شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك